ممكن يتعرفنا كيف يتكون الكانسر وشن هو الكانسر حاليا نتخصصه أكتر في النقاش على موضوع سرطان القلون باعتباره ممكن يعتبر من أكتر السرطانات المنتشرة خاصة في ليبيا فسرطان القلون يعني ممكن لو نجون شوفوا مسبباتها بما أن في القلون هل يعتبر غداء هو أكتر مسبباتها أو ممكن يكون له هل بأسباب تانية؟ يعتبر النمط الغذائي مؤثرا بالتأكيد فحالات سرطان في ارتفاع مستمر على مستوى العالم وكما قلت سابقا يدخل الكولون في المراتب الثلاث الأولى على مستوى العالم وبدأنا بملاحظته بشكل مكثف أكثر ويعتبر النمط الغذائي من العوامل المهيئة للإصابة ومنها الاستهلاك الأقل للأغذية التي تحوي على الألياف وخاصة التي تعتمد على المنتجات الحيوانية الغنية بالدهون والتي تعتبر أيضا من أهم العوامل العمر من إحدى العوامل حيث ترتفع نسبة الإصابة لدى من تخط عمر الخمسين عاما وكما قلت منذ قليل الوراثة عامل مهم فوجود المرضى في العائلة يرفع من احتمالية الإصابة بالإضافة إلى كثافة حدوث الأورام الموجودة في الكولون وحجمها فإلى جانب التغذية ترفع هذه الأسباب من نسبة الإصابة يضاف إليها أيضا وجود بعض الأمراض وخاصة الأمراض المعوية الإصابة بعض الأمراض أحدشياء الإصابة بعض الأمراضية ترجمة نانسي قنقر